أنا من جنين الدكتور محمود خلوف أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العربية الأمريكية أهلا بك معنا دكتور محمود بداية هذا التصعيد الوضع في الضفة الغربية من جانب الاحتلال بماذا ينذر؟ هذا ينذر بانفجار شامل وعارم إسرائيل لم تكترث لكل الصرخات التي صدرت هذا اليوم في مجلس الأمن عديد الدول وفي مقدمتها الصين وروسيا ودول أوروبية قالت أنه يجب وقف الحرب ويجب وقف التصعيد في الضفة الغربية عمليا الفلسطيني يدفع ثمن عين بن يمين نتنياهو على الكرسي ورغبته بالاستمرار حتى ينهي الأربع سنوات وحتى يستأنف في مرحلة جديدة ما بعد سنة ونصف من تاريخه هذه إشكالية أن اليمين المتطرف لا يمكن أن يصل إلى ما يصب إليه إلا بضغضغة عواطف المتطرفين في إسرائيل وهذا يكون من خلال سفك الدماء موضوع مهاجمة المستشفيات وحصارها وهدم المساجد هذا تكريس لأمرين أساسيا أولا هذا ما يرضي اليمين المتطرف الذي اعتاد على أداء صلوات المودي في باحات المسجد الأقصى والذي عمليا ينظر إلى تصريحات ابن كفير بنوع من الرضا العالي على صعيد بسط السيادة على الحرم الكدسي وعندما ينظر غلات المتطرفين اليهود إلى قيام كوات الاحتلال بهدم المساجد في جنين وفي مخيم الفارعة وقبل ذلك أيضا قصف مسجد في جنين وحتى في طول كرم ومخيم نور شمس ومخيم طول كرم وحتى في بلاطة وغيرها من الأماكن هذا يظهر نوعا من الانحياز إلى الرغبة التي تمثل غلات المستوطنين والمتطرفين في إسرائيل أنا على الصعيد الشخصي بصفتي مراقبا لا أستغرب مما يحصل وبالذات أن من يصنعون القرار الآن في إسرائيل هم من غلات المستوطنين جزء منهم جاءوا من جماعة تدفع الثمن وجزء منهم جاءوا من شباب الجبال وهذه عبارة عن جماعات متطرفة منظمة عمليا همها الوحيد ترويء حياة الفلسطينيين وهي متورطة في دماء الفلسطين وحرقهم ودليل على ذلك واقعت حرق أسرة دوابشي قبل حوالي ستة سنوات عندما كانت تنام في منزلها في قرية دومة إلى الجهة الشرقية من مدينة نابلس جنوب شرق نابلس نحن أمام دفع الأمور باتجاه معركة دينية وكل من يدعي بأن هناك طرف يريد السلام وأن بنيمين نتنياهو قد يلجم اليمين المتطرف هو واهم بما أن نتنياهو لديه أكثر من جبهة فيما يخص الجبهة في قطاع غزة وأيضا تهديدات جلنت ما يتعلق بجبهة الشمال المتصاعدة لماذا يصر نتنياهو على إشعال الجبهة في الضفة الغربية وهل من خلال التصريحات التي تشير لها بالنسبة لليمين المتطرف ووسط صنط دولي وإقليمي هل يمكن أن تستنسخ غزة في الضفة؟ أولا هناك ثلاثة أمور يسعى بنيمين نتنياهو حكومته لتحقيقها الأمر الأول لجم أي تحرق جماهيري فلسطيني ضد أي عمل يراد تنفيذه في المسجد الأقصى المبارك الحتف الثاني تمرير ما تم الاتفاق عليه بالتشكيلة الحكومية على صعيد العودة لمستوطنات جنين التي أخلت عام 2005 الأمر الإضافي أن إسرائيل تريد دفع الأمور نحو استنزاف قدرات المقاومة وهذا يكون من خلال اختيال قادة المقاومة من خلال مصادرة السلاح والعتاد والمتفجرات ومن خلال الضغط على القاعدة الشعبية التي تدعم هذه المقاومة وأنا أجزم بأن إسرائيل لديها هدف كبير وهو مهاجمة حزب الله ولكن هذا يكون بعد انتهاء الانتخابات في أمريكا عندما زار وزير الجيش الإسرائيلي الولايات المتحدة قبل حوالي ثلاثة أشهر هناك معلومات سربت وصربها الإعلام الأمريكي أن أمريكا قد ضغطت باتجاه عدم تأجيج الموقف في الشرق الأوسط قبل انتهاء أمريكا من الانتخابات وإسرائيل لا تريد أن تجازف حتى خلال الوقت القصير لحكومة بايدن بعلاقتها مع الولايات المتحدة رغبة منها بابتزاز الإدارة الأمريكية والحصول على مزيد من الدعم العسكري والاستخباري واللوجيستي والمالي وما إلى ذلك إسرائيل تريد عمليا أن تلجم المقاومة تقيد المقاومة أن تستنزف المقاومة حتى تكون أكثر تركيزا في جبهة الشمال وفق المعلومات التي سربت من خلال محللين عسكريين في إسرائيل وأمريكا أمريكا لديها قناعة تامة بأنه لا يمكن لجم المقاومة في منطقة الشرق الأوسط ما دام حزب الله لديه هذه النشوة ولديه هذه التقنيات العالية وبالذات أن تجربة هود هود واحد واثنين وثلاث قد أزعجت أمريكا كما أزعجت إسرائيل ولهذا السبب إسرائيل تريد قدر الإمكان أن تخفض وطيرة العمل المقام في الضفة الغربية حتى تنشغل كثيرا